نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية عن أنباء بشأن استيراد شحنات دواج فاسدة ومنتهية الصلاحية وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأكدت أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواج المجمدة آمنة تماما ومطابقة لكل المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة لتأكد من سلامتها مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الدولية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء